أكدت جماعة الحوثيين اليمنية استهدافها لسفينة زوجرافيا التي كانت متجهة لموانئ إسرائيل بعدد من الصواريخ البحرية ما أدى لإصابتها وذلك بعد رفض طاقمها النداءات التحذيرية كما شددت في بيان لها على استمرار قرارها لمنع الملاحة الإسرائيلية أو للسفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر